جماعة في فيديو اليوم عايزة أتكلم معاني اعتقادي فيين راح يكون القاع وكمان في عندي بعض الشارتة المهمة اللي لازم تنتبه لها فإذا عندك عملات بديلة إذا عندك بيتكوين أو أي كريبتو فلازم تشوف هذا الفيديو من البداية إلى النهاية على الشان ما تخسر أموال في هذه الحركات اللي تحصل حاليا في هذه التقلبات مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سوف تسابسكرايب وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلونا نشوف هنا على هذا الشي على فريم الأربع ساعات ارقد بسلام خط البني هذا هنا وعلشان يكون صريحين يا جماعة هذا الخط عمل اللي يقدر عليه علشان يدعم ويمسك سعر البيتكوين ولكن زي ما كنا نقول هنا يا جماعة مؤخرا أن البيتكوين شكله أنه عايز يهبط أكثر للأسفل كنا نحصل على قمم منخفضة وكما أنه كنا نحصل على قيعان مستوية هنا عند هذا الخط البني فالسعر هنا كان شكله أنه عايز يهبط للأسفل ولكن الخط البني كان قوي جدا كمستوى دعم وزي ما كنت أقول في خلال الأسبوع الماضي أنه أنا ما أدري كم ممكن يستحمل هذا الخط أكثر لأنه ببساطة الأسواق التقليدية كانت ماشية في هبوط إذا شوفنا هنا على الأسواق التقليدية خلونا نأخذ هنا الأسواق التقليدية من مثلا تاريخ 30 أغسطس نشوف هنا أنه من تاريخ 30 أغسطس نشوف الأسواق التقليدية قادة ماشية في هذا الهبوط الكبير بشكل مستمر ولكن إذا شوفنا هنا على البيتكوين نشوف أنه من تاريخ 30 أغسطس البيتكوين ماشي في هذه الحركة الجانبية بسبب هذا الخط البني هنا ماسك السعر ويدعمه بشكل قوي جدا ولكن أكيد إذا استمرت الأسواق التقليدية بالهبوط فهذه فقط كانت مسألة وقت إلى أن نشوف هذا الخط البني أو سعر البيتكوين يهبط كمان الأسفل فهذا بالفعل هو اللي حصل واللي شوفناه هنا وكمان شوفنا سعر البيتكوين يخترق هذا الخط بشكل سريع جدا وهذا المستوى هنا ما يعتبر مستوى قوي تقدروا تشوفه أنه مش يعني خط سميك أو شيء زي كذا فنقدر نشوف هنا أنه سعر البيتكوين هبط وكسر مستوى الدعم هذا هنا وحصلنا على مقاومة من هذا الخط في أثناء الصعود والآن نقدر نشوف أنه إحنا قاعد نعاني عند هذا أو نعاني من الصعود فوق هذا الخط طيب والآن السؤال المهم هو هل هذا النهاية؟ هل خلاص؟ انتهينا من الهبوط؟ أو هل راح نحصل على استمرارية في الهبوط؟ طيب إذا انتقلنا يا جماعة إلى هذا التشارت راح نشوف أنه دائما نحصل على هذه النماذج أو هذه التشكيلات نحصل على تماسك أو حركة جانبية وبعدين نحصل على هبوط هنا تماسك حركة جانبية ونحصل على هبوط طيب فإذا شوفنا أو أقصنا الهبوط اللي حصلنا عليه هنا في هذا الهبوط السابق من عند هذه التشكلات تشكلة الراية الهابطة فإذا مثلا أخذنا قياس هذه الحركة هنا من البداية إلى النهاية رح نقدر نشوف أن الهبوط اللي حصل بعد هذه الراية الهابطة تماما كان نفس مقياس الحركة اللي حصلت في الراية الهابطة والآن إذا عملنا نفس الحركة هنا مع هذه الراية الهابطة يعني إذا قسنا الحركة هنا في هذه الراية الهابطة من البداية للنهاية وحاولنا نقيس الهدف من هذه الراية فرح تأخذنا هذه الحركة أو هذا الهبوط إلى مستوى 12700 يعني خلونا نقول 13000 دولار فبصراحة ما أعتقد أنه إحنا رح نهبوط بشكل كبير هنا في هذه الحركة ولكن إذا رحنا إلى مستوية الدعم والمقامة التبعي رح نقدر نشوف هنا أنه في عندنا مستوى مقامة أو مستوى دعم هنا عند 18 ألف دولار وبعدين عندنا في مستوى الدعم قوي جداً هنا عند 16 ألف و 500 دولار إلى 15 ألف و 500 دولار فهذا هنا يا جماعة يعتبر مستوى الدعم هائل جداً وأكيد إذا استمرنا في الهبوط هنا عند هذه المستويات أنا رح أكون مشتري قوي جداً هنا عند هذه المستويات هذا الشيء أنا قاعد أقوله هنا من مدة تقريباً سنة أو شيء زي كده إذا نزلنا إلى هذه المستويات أنا رح أكون مشتري بشكل كبير جداً لأنه هذه المستويات تعتبر مستويات شراء رائعة جداً هنا في البيتكوين وفرص الشراء اللي زي كذا عند هذه المستويات تأتي فقط مرة واحدة في الحياة هنا في هذه الأصول فيعني أنا ما أستبعد هذا الشيء يعني هذا المستوى يعتبر أكثر احتمالية أنه رح نهبط إليه 18 ألف دولار أكثر احتمالية من 16 ألف و 500 دولار ولكن عند هذه المستويات أنا رح أكون من أكبر المشتريين هنا طيب وكيف إحنا الآن قادرين أنه إحنا ندخل ونشتري عند هذه المستويات؟ هذا يا جماعة لأنه إحنا داءنا هنا في الأعلى كان رائع جداً هنا أثناء الصعود إلى مستوى 25 ألف دولار الناس هنا كانوا يدخلوا في صفقات شراء من عند هذا المستوى ولكن إحنا هنا كنا ندخل بصفقات بيع ونستغل هذه الحركة والتقلبات هذه هنا للأسفل وهذا لأنه خط المقاومة هنا عند 24 ألف و 800 دولار هذا ما كان يعتبر خط يرح ينكسر بشكل سهل جداً فبعد كذا الحركة مشت في صالحنا والآن في عندنا بعض الكاش هنا اللي ممكن أمكان نلعب فيه هنا عند هذه المستويات ندخل في صفقات هنا في أثناء الهبوط إلى هذه المستويات وأكيد راح أوريكم بكل شيء هنا على هذه القناة راح تقدروا تشوفوا كل الصفقات اللي راح أدخل فيها فإذا عايزوا تشوفوا هذا الشيء فتأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجراصة الآن طيب والآن إذا اتجهنا يا جماعة إلى تشارت هيمنة البيتكوين هنا على الفريام الأسبوعي راح نقدر نشوف أنه هيمنة البيتكوين الآن عند مستوى مهم وحساس جداً حالياً إحنا عند مستوى 29% في مستوى هيمنة البيتكوين وما نزلنا يا جماعة إلى هذه المستويات من شهر يناير 2022 ومن شهر سبتمبر 2021 ومن شهر هنا 5 2021 فهذا هنا يعتبر مستوى دعم قوي جداً لهيمنة البيتكوين وهذا الآن يقترح ويقول أنه هيمنة البيتكوين أو البيتكوين راح يتغلب أداؤه على أداء الأعملات البديلة في العادة اللي نشوفه هنا لما ننزل إلى هذا المستوى وهو صعود وارتفاع الأعلى فمعناته أنه العملات البديلة راح تعاني أكثر من البيتكوين وهذا يعتبر شيء منطقي إذا استمرنا بالهبوط هنا في البيتكوين إلى هذه المستوى في الأسفل طيب بالنسبة يا جماعة للمدى الطويل فلسه في عندنا شارتات بوليش لسه في عندنا هنا مؤشر الهاش ريبنز هذا المؤشر في السابق دائماً كان يعطينا إشارات ممتازة جداً لأنه إذا نشوف على سعر البيتكوين بعد 6 أشهر أو 3 أشهر بعد إشارة الهاش ريبنز اللي طلعت هنا على هذا المؤشر فنشوف أنه دائماً إحنا كنا في أرباح فأكيد يا جماعة راح نستمر بمراقبة هذا الشيء هنا أكيد لسه في عندنا شارتات كثيرة توضح لنا أنه لسه الأشياء بوليش هنا في البيتكوين على المدى الطويل ولكن على المدى القصير لازم يكون حذرين هنا لأنه في عدم يقين كبير الآن في السوق وبالذات كمان في الأسواق التقليدية فأخليكم جماعة حذرين في أثناء التداول لا تخسروا أموالكم واستخدموا إدارة مخاطر جيدة جماعة هذا كان كل شيء عند لكم اليوم أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم